مسألة الكعبة الكعبة من حيث الكسوة مرت بمراحل أخت الفاضلة كانت الكسوة خضراء وكانت الكسوة حمراء يعني ما عندنا نص أن الكعبة تكسى باللون الأسود ما عندنا نص قديما كانت الكسوة ملونة في عهد النبس الله وفي عهد الخلفاء الراشدين لكن في السنوات الأخيرة يعني اتفقوا على أن تكون سوداء حتى يعني تتحمل الغبار تتحمل مثلا بعض الشيء ما عندنا نص من القرآن أو السنة أن الكعبة لازم يكون كسوتها أسود وبالنسبة للبطانة هذه ترفع تسألين يعني رئاسة الحرمين الشريفين لماذا يرفعونها في الحج أنا في تفسيري الشخصي الشخصي أنا أفهم بأن هذا يعني حماية يعني كسوة الكعبة لأن بعض الحجاج يأخذون منها أو يقطعونها مثلا ما كانت موجودة أنها ترفع لكن حماية للكسوة لأن بعضهم لما تنزل يقطع منها يعتقد ويتبرك في الكسوة وهذا تبرك غير مشروع وتبرك هذا محرم فأعتقد بهذا قضية أن الكعبة تحرم لما يظهر لون الأبيض هذا غير صحيح بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر